الأهلي ما بيقفش على حد جملة من الجمل اللي رنت في ودني مبارح. يعني الحقيقة مبارح لما تشوفي فرقة الأهلي بتلعب قبل نهاية أفريقيا وبتقدم المستوى الرائع والمبهر ده. وهم بينقصهم. أين كان السبب؟ يعني مش وقت إن إحنا نتكلم في أسباب. لكن أنت تقريباً كنت بتلعب مبارح ونقصك أو برق قيمتك فرقة كاملة. فرقة كاملة ممكن تشارك معاك في دورة أبطال أفريقيا. عشان كده كل الشكر الحقيقة. روح الفانيلا الحمرة ظهرت بشكل واضح جداً وراهلنا الحقيقة. يعني حسبنا حسبتنا وكلمنا على الأرقام قبل المطش. وقلنا أنه كافة الأهلي بالأرقام طول الموسم في مقارنة تميل بشكل كبير جداً لصالح النادي الأهلي مقارنة بأرقام الوداد. ده الترجم إزاي؟ الترجم بالروح اللي ظهرت بشكل كبير في أرض الملعب إمبارح. كهربا كمان من الغيابات المهمة صار. يعني الكهرباء كان طبعاً واحد رجع وابتدى يقدمه السواد كويسة جداً. بس أنت بارك تحسس أن نقصك حد قوي في الملعب مع طبعاً كامل الاحترام للعيبة. بس تحس الفريق فعلاً زي ما قلنا متماسك كده فاهمين بعض. كرة بتتنقل بشكل مفهوم. ما فتقدتش حد واستمتعت بالكرة اللي عيبها النادي الأهلي. كامل التأدير والاحترام لوجهة النظر اللي بتقوله أنه الوداد ما كانش فيه أحسن حالاته. وده حقيقي الوداد فريق تقيل يمكن عينه بشكل كبير جداً قدام النادي الأهلي لأسباب كتير جداً. لكن ده لا يقلل على الإطلاق من حجم العطاء والجهد اللي بزل ورجالة الأهلي فيه الملعب إمبارح. واللي ممكنهم الحقيقة أنه هم بالأرقام. دي مش انطباعات ومش أراء ومش وجهات نظر. بالأرقام أنه الأهلي تسايد المباراة بشكل كامل وكان في مقدوره. وده اللي سمعناه يمكن أنه مستر موسيماني في نهاية المباراة ما كانش فرحان. يعني مش ما كانش فرحان بالتأكيد كان فرحان. بس ما كانش مبسوط قوي بالكم الكبير من الفرص المهدرة. وكان عنده رغبة في أنه لعيبة الأهلي تحرز مزيد بين الأهداف. وده كان ممكن جداً ووارد جداً. عندنا فرص في منطقة الخطورة. فرصة الشحات يمكن تكون أبرز الفرص دي اللي ضعتنا دي. وكان ممكن نطلع بسكور أحسن من سكور اللي عنابي مباراة.